بسم الله الرحمن الرحيم أيها الشعب التونسي نكلمكم اليوم ونكلمكم الكل في تونس وخارج تونس نكلمكم بلغة كل التونسيين وتونسيات نكلمكم الآن لأن الوضع يفرض تغيير تغيير عميق نعم تغيير عميق وشمل وأنا فهمتكم نعم أنا فهمتكم وفهمت الجميع البطال والمحتاج والسياسي واللي طالب مزيد من الحريات فهمتكم وفهمت الكل لكن الأحداث التي جارية اليوم في بلادنا ما هيش متاعنا والتخريب مش من عداد التونسي التونسي المتحذر التونسي المتسامح العنف مش متاعنا ولا هو من سلوكنا ولا بد أن يتوقف التيار يتوقف بتكاتف الجهود الجميع أحزاب سياسية منظمات وطنية مجتمع مدني وثقفين ومواطنين اليد في اليد من أجل بلادنا اليد في اليد من أجل آمان كل أولادنا سيكون التغيير اللي أعلن عليه اليوم استجابة لمطالبكم اللي فعلت معها وتألمت لما حدث شديد الألم حزني وألمي كبيران لأني مضيت أكثر من خمسين سنة من عمري في خدمة تونس في مختلف المواقع من الجيش الوطني للمسؤوليات المختلفة و23 سنة على رأس الدولة وكل يوم من حياتي كان ومازال لخدمة البلاد وقدمته التضحيات وما نحبش نعددها بكله تعرفوها ولم أقبل يوما وما نقبلش بجسيل قطرة دم واحدة من دماء تونسيين تعلمنا لسقوط ضحايا وتضرر أشخاص وأنا نرفض أن يسقط المزيد بسبب تواصل العنف والنهب أولادنا اليوم في الدار ومش في المدرسة وهذا حرام وعيب لأن أصبحنا خايفين عليهم من عنف مجموعات سطو ونهب واعتداء على الأشخاص هذا جرام موش احتجاج وهذا حرام والمواطنين كل المواطنين لا بد أن يقفوا أمامهم وإحنا أعطينا التعليمات ونعول على تعاون الجميع حتى نفرق بين هذه العصابات والمجموعات من المحارفين الذين يستغلون الظرف وبين الاحتجاجات السلمية المسروعة التي لا نرى ما نعنفها وأسف كبير أسف كبير وكبير جدا وعميق جدا عميق جدا فكفاء عنفا كفاء عنفا وعطيت تعليمات كذلك لوزير الداخلية وكررت واليوم نأكد يزي من اللجوء للكرطوش الحي الكرطوش مش مقبول ما عندوش مبرر إلا لقدر الله حد يحاول يفوك سلاحك ويجمع عليك بالنار وغيرها ويجبرك على الدفاع عن النفس وأطلب من اللجنة المستقلة وكرر اللجنة المستقلة التي ستحقق في الأحداث والتجاوزات والوفيات المأسوف عليها تحديد بسهوليات كل الأطراب كل الأطراب بدون استثناء بكل إنصاف ونزاهة وموضوعية ونستنى من كل تونسي اللي سندنا ولا ما سندناش باش دعم الجهود جهود التهدية والتخلي عن العنف والتخريب والإفساد فالإصلاح لازم الهدوء والأحداث اللي شفناها كانت في منطلقها احتجاز على أوضاع اجتماعية كنا عملنا جهود كبيرة لمعالجتها ولكن ما زال أمامنا مجهود كبير مجهود كبير لتدارك النقاص ولازم نعطي أنفسنا جميعا الفرصة والوقت بيجسم كل الإجراءات الهامة التي اتخذناها وزيادة على هذا كلفت الحكومة اتصلت بالسيد وزير الأول باش نقوم بتخفيذ في أسعار المواد والمرافق الأساسية السكر الحليب الخبز إلى غير ذلك أما المطالب السياسية قلت لكم أنا فهمتكم نعم قلت لكم أنا فهمتكم وقررت الحرية الكاملة للإعلام بكل وسائل وعدم غالق مواقع الانترنت ورفض أي شكل من أشكال الرقابة عليها مع الحرص على احتراب أخلاقياتنا ومبادئ المهنة العالمية أما بالنسبة لللجنة التي أعلنت عليها منذ يومين ننضغل في ضواهر الفساد والرشوة وأقتال المسؤولين باش تكون هذه اللجنة مستقلة نعم باش تكون مستقلة ونحرص على نزاهتها وإنصافها والمجال مفتوح من اليوم لحرة التعبير السياسي بما في ذلك التظاهر السلمي التظاهر السلمي المؤثر والمنظم التظاهر الحذاري فلا بأس حزم أو منظمة يرويد تنظيم تظاهر سلمية يتفضل لكن يعلم بها وحدد وقتها ومكانها ويعطرها ويتعاون مع الأطراف المسؤولة للمحافظة على الطابعة السلمية نحب نأكد أن العديد من الأمور لم تجري كما حبيتها بكل صراحة كما حبيتها تكون وخصوصا في مجالي الديمقراطية والحريات وغلطوني أحيانا أنا مش شبش مش جزرق على كامل جبراء طولة بلدارية غلطوني أحيانا بحجم الحقائق وسيحسبون إن عم سيحسبون ولذا وجددوا لكم وبكل وضوح راني باش نعمل على دعم الديمقراطية على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية نعم على دعم الديمقراطية وتفعيل التعددية وسأعمل على ثون الدستور دستور البلاد واحترامه نحب نكرر هنا وخلافه لما ادعاه البعض أني تأهدت يوم السابع من نوفمبر بأن لا رئاسة مدى الحياة لا رئاسة مدى الحياة ولذلك فأني أجدد شكري لكل من ناشدين للترشح لسنة 2014 ولكني أرفض المساس بشرط السن للترشح لرئاسة الجمهورية أننا نريد بلوغ سنة 2014 في طاري وفاق مدني فعلي وجوه من الحوار الوطني ومشاركة الأطراف الوطنية في المسؤوليات تونس بلادنا الكل بلاد كل التوازن تونس نحبوها وكل شعب يحبها ويلزم نصنوها فلتبقى إرادة شعبها بين أيديها وبين الأياد الأمينة التي سيختارها لتواصل المسيرة المسيرة التي انطلقت منذ الاستخلال والتي وصلناها منذ سنة 1987 ولهذا سنكون لجنة وطنية تترعسها شخصية وطنية مستقلة لها مصدقية لدى كل الأطراف السياسية والشميعية للنظر في مراجعة المجال الانتخابية ومجالة صحافة وقلو الجمعيات إلى غير وتقترح اللجنة التصورات المرحلية اللازمة حتى انتخابات سنة 2014 مما في ذلك مكانية فصل الانتخابات التشريعية على الانتخابات الرئاسية تونس لنا جميعا فلنحافظ عليها جميعا ومستقبلها بين أيدينا فلنؤمنها جميعا وكل واحد مننا مسؤول من موقعه عادة أمنها واستقرارها وترمين جراحها والدخول بها في مرحلة جديدة تؤهلها أكثر لمستقبل أفضل عاشت تونس عاشت شعبها عاشت الجمهورية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر